كان يوم الثلثاء وليس الأربعاء فلماذا هذا الإسرار على تدمير شهر رمضان بشهر شعبان؟ هل هو مقصود؟ طبعا مقصود إذا دمر شهر شعبان بعد ما تشوف النص ما الشعبان اللي هو تقمى بحوائج الناس وليلة القدر راح تنتهي الثانية شعبان 29 يوم رمضان 30 يوم ولذلك هاي مشكلة خلش يجيك الحج راح تضرب الحج وتضرب ليلة القدر وتضرب ال 15 من شعبان اللي هي بيها تفتح أبواب السماوات والأرض خلش سؤال أسألكم هذا تآمر لو مو تآمر هذا النيل لو مو النيل هذا التدمير لو مو التدمير ما كلفتوا نفسكم وتشوفون